اليمن يتهم الإمارات رسمياً بدعم قوات الحزام الأمني المتمردة الساعية لتفتيت البلاد منعطف جديد يكشف عن توتر العلاقة بين اليمن ودولة الإمارات وسط مطالبات شعبية وشبه رسمية بإنهاء دور الإمارات في اليمن في بناء دولته المدنية الديمقراطية بيانات وخطابات الشرعية أخذت مساراً تصاعدياً بدءاً بكلمة مندوب اليمن في مجلس الأمن مروراً ببيان الحكومة الشرعية ورئاسة مجلس النواب وصولاً إلى بيان وزارة الدفاع وقيادة الأركان مصفوفة أكدت أن الخطاب الرسمي اليمني بدأ في الآونة الأخيرة أكثر قوة وتماسكاً في وجه الإمارات ويتهمها بشكل واضح وصريح بالوقوف خلف انقلاب وتمرد الانتقالي مطالباً أبو ظبي بوقف دعمها للحزام الانتقالي المتمرد لكن من الواضح أن الإمارات أختارت موقفها وذهبت باتجاه الإساءة لليمنيين حيث يقول وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش إن السعودية هي من تقرر استمرار دور الإمارات في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه ردود ساخرة تقول إن دعم الإمارات لم يتجاوز تبني ميليشيا خارج إطار الدولة وإجهاض مشروع الدولة واستهداف مواقع وقيادات الجيش الوطني بطيرانه عبث الإمارات أثار موجة سخط واسعة في صفوف اليمنيين وتزامناً مع تحذيرات دولية منها موقف للسفير الأمريكي السابق لدى اليمن يقول إن دولة الإمارات تلعب بالنار في جنوب اليمن محذراً من خطر تقسيم البلاد ما لم يقوله الخطاب الإماراتي الرسمي المستأ من انتكاسة الانتقال في شبوة دفع ببعض الأصوات إلى محاولة الإساءة للرئيس هادي وسيادة البلد وهو ما عده اليمنيون إساءة مباشرة من دولة الإمارات لهم ويرى اليمنيون أن هادي وإن لم يكن كريماً معهم لكنه يظل واحداً منهم ورئيساً لدولتهم واليمنيون وحدهم من يحق لهم تحديد طبيعة التعامل معه وانتقاده ترجمة نانسي قنقر